نحن نعلم أنه إذا كان لدينا تحول خطي ما هذا التحول من X إلى Y وهذه مجرد مجموعات أي مجموعات متجهات وتي عبارة عن تحول خطي من Y إلى Z حيث يمكننا إنشاء مركب من سمع T بحيث يكون تحول خطي يكون تحول خطي من X وصولا إلى Z لقد رأينا هذا في عدة عروضنا سابقة وتعريف التحول الخطي أو مركب التحول الخطي إذن المركب أسمع T يطبق على متجه X ما في مجموعة X التي لدينا أي المجال يساوي S للT للX S للT للX هذا هو التعريف ثم نذهب لنقول انظر إذن SX يمكن أن يمثل بدرب المصفوف AX أي حاصل متجه المصفوف وإذن T للX يمكن أن يمثل أو أن تحول T يمكن أن يمثل كحاصل المصفوف B مع X لقد رأينا أن هذا وهو بالطبع إذا كتبناه بهذه الطريقة أي يساوي A ضرب T ضرب X أي ضرب B هذا سيكون مساوياً من المصفوف A B بحسب تعريف حاصل المصفوفة صحيح عندما نأخذ حاصل مصفوفتان سنحصل على مصفوفة ثالثة أي حاصل A B ضرب X إذن نأخذ التحول الخطي الأول في المراكب الذي لدينا أي مصفوفته وهي A ونأخذ الحاصل مع المصفوفة الثانية هذا كاف جميع هذا كان عبارة عن مراجعة دعونا نأخذ ثلاث تحولات خطية دعونا نفترض أن لدي تحول الخط H وعندما أطبق ذلك على المتجه X إنه مساوياً نضرب المتجه X بالمصفوف A لنفترض أن لدي تحول الخط G عندما طبقت ذلك على المتجه X فإنه مساوياً لضرب ذاك المتجه إنه مساوياً لضرب ذاك المتجه بالمصفوف B ثم لدي تحول الخط F عندما يطبق على المتجه X يكون مكافئاً لضرب ذلك المتجه X بالمصفوف Z الآن لدي فضول لأعرف ما سيحدث عندما أخذ مركب H مع الجي ثم أخذ مركب مركب ذلك مع F جميعها تحولات خطية ومن ثم أطبق ذلك على المتجه X وهو بالضرورة سيكون موجوداً في مجال هذه لم أرسم مجالاتها وتعريفات المجال المقابل لكن أعتقد أن هذا مألوف لكم دعونا نوضح هذا قليلاً حسناً بحسب تعريف دعونا نعود للوراء بحسب هذا التعريف للمكون فيمكننا أن نطبق ذلك على هذا هنا يمكننا أن نتخيله على أنه S وهذا وهذا هو T فكم يساوي هذا؟ إذا أجرينا القليل من تشابه النمط هنا فإن هذا سيساوي S أي التحول S يطبق على تحول F يطبق على X إذن S عبارة عن H للG إذن هو H أو كان يجب أن أقول مركب للH للG للH يكون G مع S ثم أطبق ذلك على F ويطبق على X F عبارة عن T وأطبق ذلك على F ويطبق على X ويطبق على X هكذا الآن كم يساوي هذا؟ الآن يمكننا أن نتخيل أن هذا X إذا أجرينا تماثلاً نمطياً فسيكون هذا وهذا هنا ذلك هو T وذلك هو S وإذا أجرينا تماثلاً خطياً فكم يساوي هذا؟ من تعريف المركبة مباشرة يساوي S S عبارة عن H إذن H للT أي في هذه الحالة هو G فإن G تطبق على X لكن بدلاً من X لدينا هذا المتجه هنا وهو تحول F الذي تطبق على X إذن G للF للX كم يساوي هذا؟ هذا المركب المكون من H مع G ومركب F مع H ومركب G مع H جميع ذلك يطبق على X ويساوي H للG للF للX الآن كم يساوي هذا؟ حسناً هذا يساوي سأقوم بذلك هنا هذا يساوي H أي تحول H يطبق على ما هي هذه؟ سأكتب ذلك باللون الوردي ما هذا؟ هذا مركب بالF هو G الذي يطبق على X يمكنك أن تستبدل الأس بG وF بT وستحصل على ذلك هذا مساوي للمركب G مع F G مع F الذي يطبق على X ذلك كله عبارة عن هذا الآن كم يساوي هذا؟ ربما أنه من المربك أن ترى قوسان بلونان مختلفان كم يساوي هذا؟ حسناً عندما نعود تعريف المركب أريد توضيح ما أفعله جيداً هذا إذا تخيلتم لو أنه T وهذا S فإن هذا مركب أسمع T الذي طبق على X وهذا يساوي سأكتبه بهذه الطريقة هذا يساوي لا يجب أن أكتب S هذا هذا مركب H مع مركب G وF ثم أن جميع ذلك يطبق على X الآن لماذا قمت بجميع ذلك؟ أولاً حتى أوضح لكم أن المركب تجميعي وضحت كل هذا ثم عدت ووضحت هذا ولا يهم المكان الذي تضع فيه الأقواس فمركب H مع G مع F مساوياً لمركب H مع مركب G وF حيث أن هذان متساويان وهذان يمكنك أن تعيد كتابتهما ففي الواقع الأقواس غير ضرورية يمكنك أن تكتب هذا كمركب H مع G مع F كل ذلك يطبق على X الآن سأخذ وقتي لكي أقول أن كل من هذه التحولات الخطية يمكن أن تمثل قدر بمصففات لماذا قمت بذلك؟ حسناً لقد رأينا من قبل أن أي مركب عندما نأخذ مركب أسمع T فنموذج المصفوفة لهذا التحول لهذا المركب سيكون مساوياً للحاصل بحسب تعريف حاصل مصفوفة ضرب مصفوفة فإن حاصل تحول المصفوفة S وتحول المصفوفة T كم يساوي كل من هذا؟ هذا إذا فكرتم بهذا التحول هنا أي هذه العبارة ونموذج مصفوفتها دعوني أكتب ذلك نموذج المصفوفة لمركب G مع H لمركب H مع G مركب ذلك مع F الذي يطبق على X سيساوي وقد رأينا هذا من قبل حاصل هذه المصفوفات إذن هذا المركب مصفوفته ستكون A, B و G و H ستكون A, B سأضعها بين الأقواس ثم نأخذ تلك المصفوفة ونأخذ الحاصل حاصل تمثيل المصفوفة هذا هو A, B أليس كذلك وتمثيل مصفوفة هذا هو C إذن تمثيل المصفوفة هذا ككل عبارة عن هذه أي أخذ حاصل A, B ثم نأخذ حاصل ذلك مع C إذن A, B ثم C ثم إذا ألقيتم نظرة إلى هذا وبالطبع جميع ذلك مضروباً بالمتجه A ضرب جميع ذلك مضروباً بـ X بالمتجه X ذلك هو المتجه X الآن دعونا نلقي نظرة على هذا إذا أخذنا مركب الـ H مع مركب الـ G و F ونطبق كل هذا على المتجه X كم يساوي ذلك حسناً هذا المركب هنا نموذج مصفوفته أعتقد أنه يمكننا أن نقول أنه سيكون الحاصل ضرب A و B وسنطبق ذلك على X ونحصل على الحاصل B و C ثم سنأخذ حاصل ذلك مع تمثيل مصفوفة هذا وهو A وقد وضحنا ذلك من قبل لم نقم بتوضيح باستخدام ثلاثة لكنه يمتد سأوضح امتداداتها ويمكنك أن تستمر في تطبيق التعريف يمكنك الاستمرار بتطبيق هذه الخاصية هنا وهي تمتد بشكل مستمر لأنه في كل مرة يأخذ مركب شيئان برغم من أننا نتحدث عن مركب من ثلاثة فنحن نأخذ مركب من شيئان أولاً ومن ثم نأخذ تمثيل مصفوفته ثم نأخذ مركب ذلك مع شيء آخر إذن تمثيل المصفوفة للمركب جميعه سيكون هذه المصفوفة ضرب هذه المصفوفة كما فعلت هنا وبالمثل هنا نأخذ أولاً مركب هذا التحولان الخطيان وتمثيل مصفوفتهما سيكون هذا ثم نأخذ مركب هذا مع ذلك تمثيل مصفوفته ككل سيكون هذه المصفوفة ضرب هذه المصفوفة أي A ضرب B C وبالطابع جميع ذلك يطبق على المتجه X الآن لقد وضحت في هذا العرض أن هذان متساويان إذن كانت أي شيء الأقوى صغير ضرورية وقد وضحت هذا هناك كلهما سيصبحان في النهاية أجل الجي للأف للإكس إذن هذان متساويان ويمكننا أن نقول أن هذان الموجودان هنا متساويان أو أن A B أي الحاصل A B ثم نأخذ حاصل تلك المصفوفة مع المصفوفة C مساويا لأخذ حاصل A مع المصفوفة B C وهي مصفوفة حاصلة جديدة أو بطريقة أخرى أن هذه الأكواس لا تؤثر حيث أن هذا الجميع يساوي A B C أو أعني أن هذه العبارة توضح أن النواتج المصفوفة تبين خاصية التجميع لا يهم أين تضع الأقواس وكما تعلمون أنه في بعض الأحيان تكون كلمات أنها تعني أنه لا يهم أين تضع الأقواس ونواتج المصفوفة لا تبين خاصية تبادلية لقد رأينا ذلك في العرض الأخير وبشكل عام لا يمكننا أن نقول أن A B أن A B مساوي لB A لا يمكننا أن نفعل ذلك وفي الواقع في العرض الأخير أعتقد أنه كان آخر عرض وضحت لكم أنه إذا كان A B معرفاً فإن B A في بعض الأحيان لا يكون معرفاً أو إذا كان B A معرفاً فإن أحيانا لا يكون A B معرفاً إنه ليس تبادلياً بل يمتلك خاصية التجميع في العرض التالي سأرى إذا كانت النواتج المصفوفة توزيعية لكما تستطيع أن ننطقي فإننا تُفضل